اشتركوا في القناة تمتد إلى الأيام الأولى لاستقلال الكويت وقيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين وتميزت علاقات البلدين والشعبين الشقيقين بالاحترام والود حيث كانت دولة الكويت من أوائل الدول التي اعترفت بالنظام الجمهوري في الشطر الشمالي من الوطن بعد قيام ثورة السادس والعشرين سبتمبر وقدمت كافة أنواع الدعم لها واتسمت مواقف دولة الكويت بالإيجابية ذلك شعورا منها بمسؤوليتها التاريخية وإيمان بواجبها القومي تجاه الشعب اليمني الذي عبرت عنه خلال دعمها لمسيرة الوحدة اليمنية التي بدأت منذ اتفاقية القاهرة في الثامن والعشرين من أكتوبر ألف وتسمائة واثنين وسبعين وبيان طرابلس في ثامن والعشرين من نوفمبر ألف وتسمائة واثنين وسبعين ومرورا بلقاء القمة بين الرئيس سين علي عبدالله صالح وعبدالفتاح اسماعيل في الكويت خلال الفترة من ثمانية وعشرين إلى ثلاثين مارس ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين برعاية كريمة من أمير دورة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح وانتهاء بإعلان وحدة اليمن في الثاني والعشرين مايو ألف وتسعمائة وتسعين لكن العلاقات بين البلدين شهدت فترة روكود بعد اكتياح العراق للكويت تسمرت قرابة سبع سنوات حيث رافق الانفراج في العلاقات السياسية بين اليمن والكويت تحسنا في العلاقات الاقتصادية التي كانت نتائج الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين وفتحت زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجي الكويتي الشيخ محمد الصباح السالم الصباح في فبراير الفين وتسعة أفاق الرحبة في العلاقات بين البلدين والسانفات اجتماعات لجنة الوزارية الكويتية اليمنية التي عقدت في عدن في السابع من فبراير الفين وتسعة والتوقيع على اتفاقات ادى شملت انشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاون في المجال السياحي والامني والاقتصادي والفني والدبلوماسي تلاها بعد ذلك في يونيو الفين وتسعة زيارة لنائب رئيس الجمهورية حينها عبد الرب منصور هادي للكويت بتؤكد متانة العلاقة بين البلدين وفي الثالث عشر من ديسمبر من العام نفسه استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي الذي نقل له رسالة والرئيس الجمهورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمةهم الثلاثين التي عقدت في الكويت وتناولت الرسالة تطورات الأحداث في اليمن وحينما استضافت اليمن بطولة خليجي عشرين نهاية 2010 والذي فازت بها الكويت ارتفعت وطيرة التعاون بين البلدين وكان لهذه البطولة دور إيجابي في عادة العلاقات إلى سابق عهدها إلا أن أحداث فوضى 2011 أثرت سلبا على ذلك وأوقفت الكثير من التعاون الاقتصادي والاستثماري وبعد الأحداث الموسفى التي خلفتها تلك الفوضى وإشعال الميليشيات الحوثية حربا عبثية في البلاد احتضنت دورة الكويت في يوليو 2016 مشاورات السلام اليمنية التي امتدت حتى شهر أغسطس بعد سلسلة لقاءات مع وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام والحوثيين على أمل وصول الفرقاء اليمنين إلى حلول تنهي الحرب الدائرة في البلاد وتحقن دماء اليمنين وتضع حد لمعاناة ملايين الأسر التي شردتها الحرب ورغم إصرار ميليشيات الحوثية على العنف بعد نكثها العحدة وإقدامها على اغتيال الزعيم علي عبدالله صالح ورفيق دربه الأمين عارف عوضة زوكا في ديسمبر من العام 2017 وحرصا على حقن دماء اليمنين أبدأت دورة الكويت الشقيقة السادادة لاحتضان مشاورات جديدة من منطلق حرصا على إحلال السلام في اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر